تنفيذا لأمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء افتتح الشيخ محمد بن راشد بن خليفة الخليفة جامع الشيخ فاطمة بنت أحمد الخليفة بمنطقة الزلاق في المحافظة الجنوبية وبهذه المناسبة أكد الشيخ محمد بن راشد بن خليفة أن عهد جلالة الملك البلاد المعظم شهد مسيرة مباركة متواصلة من العطاء والبر لبيوت الله من خلال عمارة المساجد وتشييدها وتهيئتها للعمارة بالصلاة وقراءة القرآن مثمنا المتابعة المستمرة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لإطلاق الخطط والبرامج الهادفة لتطوير بيوت الله في كافة المحافظات ونوه الشيخ محمد بن راشد بن خليفة بأهمية الدور الذي تطلع به بيوت الله في نشر تعاليم الدين الإسلامي والارتقاء بالمجتمع من خلال نشر الفضيلة والتآلف والقيم الأصيلة لدى أفراد المجتمع مباركا لأهالي الزلاق افتتاح هذا الجامع من جانبه أشاد الشيخ الدكتور راشد بن محمد بن فطيس الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية بالاهتمام الكبير الذي يليه جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بدور العبادة منوها بما للمساجد من دور فاعل في نهضة المجتمع واستقراره وذلك بإشاعة قيم التعاون والتكاتف ترجمة نانسي قنقر